معي على الهاتف من الامارات العربية المتحدة الاستاذ رمضان حسن الناقد الرياضي من الامارات مباشرة اهلا وسهلا يا استاذ رمضان اهلا بيك اوستامر اهلا بيك وكل اللي بيسمعوني اهلا وسهلا اهلا وسهلا قول لي اولا كده بسرعة ردود الفعل على المباراتين بتوع مبارح فيما تعلق بتأهل الاهلي والزمالك الى الفايدل طبعا يعني مؤكد انا كنت سامح لك بتكلم من شوية عن اداء بتاع المباراتين لم يكن على المستوى النادي الاهلي تحديدا الحياة لم يقدم المدود المنتظر منه خاصة بعد فترة من يعني الانتقاد الجماهير للعيب او لبعض اللعيبة بعد خسارة السوبر الافريقي وده اعترض بي مرة الكولر في المؤتمر صحة الراجل تكلم عن انه بعض اللاعبين خادث بعض التعليمات وهذه التعليمات لم تنفذ على ارض الواقع ووعد انه الاهلي جاء الى الامارات من اجل الفوز بي بطولة السوبر اعتقد انه النادي الاهلي لديه دافعين الاول هو يعني رد الاعتبار امام الاهلي او امام نادي الزمالك بعد خسارة كأس السوبر يرد اعتباره بي الفوز بي السوبر المصري الامر الثاني هو النادي الاهلي اكثر احتياجا لتكلم بهذا اللقب قبل مباراة العين الامارات اللي انا باعتبارها مباراة صعبة جدا يوم 29 اكتوبر في بطولة انتر كونتين انتر لكن في كل الحالات النادي الاهلي ونادي الزمالك الحياة حدث موقفين هنا وهنا عقروا صفه التآهل سواء تآهل الزمالك او تآهل النادي الاهلي موضوع محمود عبداليمان الكعرابة في النادي الاهلي وموضوع مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا في نادي الزمالك وما حدث هنا وهنا معهم اعتقد كمان شلسي الزمالك معهم محمد صبحي حدث المرمى كمان محمد صبحي يعني لم يتم استدعاءه يا سيد سامر لنيابة ابو ظبي هو راح مصطفى شلبي بس وراح دونجا ويعني تم في غرامة او بعتبروها كفالة معرفش اي صحة وهذه الغرامة والكفالة دي تم سدادها ودي الحقيقة كانت طريقة للصرحة لانه الرجل الامد الاماراتي كان مصر على موقفه وتم اتدعاء شلسي طب هو بالراحة كده وبسرعة بسرعة يا سيد رمضان احكي للمشاهد ايه اللي حصل بسرعة من الثلاثي انبارح في عقاب المباراة طيب بص انا الراجل بتاعنا انا ده احنا من اول ما بنروح استاد نادي الوحدة باننا ثلاثيان بنشوفه او راجل لابس تشيرت احمر او نبيتي غامق هذا الرجل ليس اهلويا بالمرة بعدما يوسف اوباما الحكم الغى الهدف لسجيله يوسف اوباما لعب نادي بيرامدز اه هم الراجل مديهم اه ظهروا فهم حسوا او اعتقدوا بالخطأ ان هذا الرجل اه يعني اه مشجع اهلاوي وتم يعني اه محاولة الاحتكاد به ثم اه احتكوا به اه فعليا ويعني اه تم انهاء هذا الشجار تمسك الرجل بموقفه للامانة للامانة ما حدث من سنايا نادي الزمالك لا يليق ابدا لان الامارات الان محتضر او انا اسف يا رمضان انا اسف يا رمضان يعني طبعا لانت بتقول انا متفق معك جدا انه لا يليق ومرفوض رفضا كاملا الاعتداء على رجلا بس حتى لو افترضنا ان هو كان مشجع اهلاوي حتى ده مبرر ان هم يعتدوا عليه فكرة الاعتداء على اي حد ده مرفوض ايا كان جنسيته او انتمائه بالضبط طبعا السامر ده شيء مرفوض بالمرة يعني عموما تدخل السفير المصري في اه اه الامارات وحاول الحل وكان الامور اه في طريقها للحل في البداية لكن اه رجل الامن الامارات كما سكى بموقفه وتم استدعاء شناء الزمالك اليوم في نيابة ابو ظبي وتم دفع كفالة قيل انها اه اربعمائة الف اه درهم والان اسناء نادي الزمالك سواء دونجا او مصطفى شلبي داخل معسخر الفريق بشكل عامل المحمد صبحي حادث المرمى الحياة لم يتم استدعاءه ولم يأتي اسمه في البلاغة الذي تم تقديمه ده بالنسبة لنادي او بالنسبة لسناء الزمالك قبل قبل ما نروح قبل ما نروح لوقعة كهربا هل القصة بتاعة وقعة سناء الزمالك دي قفلت كده يعني طبعا نيابة ابو الزبي خلاص اخلت سبيلهم بعد دفع الغرامة هل نادي الزمالك اخد اي اجراء ولا خلاص الموضوع كأنه لم يكن لا طبعا مؤكد انه فيه اجراء مجلس صدارة هذا الزمالك بيتريسه الان زي ما حضرتك قلت وهذا القرار سيتم تأجيله اي عقوبة واي قرار هيتم تأجيله الى بعد انتهاء من مباراة النهائي امام نادي الزمالك لكن الناس من نادي الزمالك هنا الحياة مستقين جدا وقيل انه الكابتن حاسين لبيب بيدرس الانسحاب اعتراضا على كذا وكذا لا طبعا هذا لم يحدث بالعكس الكابتن حاسين لبيب الرجل من امبارح الحياة بقاله يعني بذل موجود كثير هو وثياف السفير المصري في الامارات لنا لكن انت عندك معلومة عندك معلومة رمضان ان هم بيدرسوا ياخدوا قرار عقابي ضد اللاعبين بس هيتأجل القرار لبعد مباراة النهائي بالضبط بعد مباراة النهائي السوبر لانه هم شايفين انه الاثنين دونج المفروض مصاب المفروض كان الجمل يعني وهو ده ينفع رمضان هو ده ينفع رمضان هو الانضباط ينفع يتأجل يعني انا كنت لسح لما نجد الوقتي لما نجد الوقتي للوقعة بتاعت كهرابة حنحي مجلس دارة الاهلي على انه قد قرار بترحيل كهرابة فورا وتركه للمعسكر بسبب العدم لالتزام الانضباطي وده واحد من المدارس المهمة في الانضباط لكن ينفع انا عقب لعبتي بس اقول له عشان انا محتاجك المطش اللي جاي هاجل العقاب لبعد المطش لا بصراحة ما ينفعش طبعا انا مكتب مع حضرتك لكن انا بقول لك وفقا ليه يعني المعلومات اللي عندنا هل مثلا مجلس دارة ناديس بمالك هيخلف هذا الامر ويؤلن عن العقوبة حتى ارضاء الرجل الامراتي الجايز ده برضو يحصل يا سيد تامر يعني مفهوم مفهوم قصة كهرباء فعلا ان هو شد مع كولر والكابتن محمد رمضان داخل غرفة الملابس ده حقيقة عربة يعني كان غاضب جدا وانا كنت موجود الوحيد يا سيد تامر اللي هو يعني ما سلمش على اي مشجح حتى في طريقه الى الباف دون عن اي لعبي نادي الزمالي كعرباء ما سلمش على حد وكان طالع وشه مقلوب وغاضب جدا من عدم مشاركته في مبارات سيراميكا ودخل مرسل كولر يحيي لعيب النادي الاهلي بعد التهل والفوز ما بديه دي لكل اللعيبة الحياة كهرباء الوحيد اللي رفض يسلم على مرسل كولر وتفوه بألفاظ الكابتن محمد رمضان رأى ان وجه الألفاظ مرفوضة تماما الامر لم يقف عند هذا الحد الموضوع استمر الى فنده الاقامة وهناك الحياة برضو حصل تطاول من كهرباء اتجاه مرسل كولر وحتى رام ربيعة الراجل برضو نالوا من المسألة دي نصيد والكابتن محمد رمضان رأى انه من الأفضل ان يتم تغريم محمود عبدالله وكاربا ومن الأفضل عدم اجتمراره في الامارات وعودته الى مصر رغم انه في بعض اللعيبة الكبيرة اللي زي الكابتن محمد شناوي الحياة حاولوا يحلوا المشكلة دي وحاولوا يهدل امور لك الكابتن رمضان بما انه يعني هو مفاوض بكل الامور الادارية وغيره مدير رياضة ومدير كرة لا لا ما كانش ينفع ما كانش ينفع ما كانش ينفع اي نوع من انواع التأليل ما كانش ينفع صحيح انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ رمضان على هذه المعلومات وعلى المتابعة القريبة جدا من مكان الاحداث في الامارات وان شاء الله تبقى موجود معنا خلال الايام القادمة لمتابعة سير الاحداث وصولا الى مباراة النهائي يوم الخميس